كان الرئيس عبدالفتاح سيسي ورئيس كوريا الجنوبية مونجي إن قد شهد بقصر الاتحادية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين وجاء في مقدمة الاتفاقيات التي شهد توقيعها الرئيسان السيسي والكوريا الجنوبي مذكرة التفاهم وقعتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية للقيام بدراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق الإنمائي الاقتصادي للأعوام 2022-2026 بقيمة مليار دولار ووقعت عليها وزير التعاون الدولي رانيا المشاط والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستراد الكوري بالإنابة عن وزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية ووقعت حكومة مصر وكوريا الجنوبية وثيقة ترتبات بشأن قرد من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار كما تم توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7 ملايين وتسامئة ألف دولار من جانب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الخارجية الكورية